ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مع صحيح ترجمة نانسي قنقر فجأة we need to expand you are not taking enough you got to change the type of weapons you are taking from us why don't you ask for heavy artillery like cannons لكن السلاح التجيل لديه زبون تجار مخضرات أو مضطرفين ودول ملهمش أمان تعرفين؟ أخي حقام وإنه قلقه قلقه قبل أنه قلقه بعض الأسفل خلاص خلي سلاح التجيل لكين وخلين أنا في اللي بأعرفه سديسي سبراني أشوني كونشنس سديسي السنة الوحيدة اللي كنت فيها المسؤول الوحيد عن بيع السلاح في مصر قدرت أخلي بيع السلاح سهلة قوي غير السنين اللي فاتت أنت تتكلم عن نفسك بس مليكش دعوة بالسنين اللي فاتت أنا الحقيقة يا جماعة مش قصدي أدي خالص على الإطلاق بس الحقيقة برضو أبو هيبة إن أنا في السنة اللي فاتت تيبع تخمس أضاعف اللي انت قدرت أبو هيبة ومش هايزة تيق أكبرتو The arms market size in the Middle East according to our statistics in the past 10 years is around 7% Egypt alone amounts 39 the statistics says that study increase but it's marginal and slow especially when there are a lot of indications of more conflicts and not only in Egypt whole the region but the separate notice I don't want to see any weapon coming in from Libya Sudan or Gaza it kills our business it kills our business it's right but we don't need to forget about the experience of Abu Hebe which means честность and stability and the level of weapons in the world yeah but KIN 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 увеличил свои продажи from 10% to 35% in Egypt except that we will never be able to take heavy artillery through the Egyptian security service and the way we will observe to make the base that we need they both Abu Hebe and KIN 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 it's the decision ? شنو؟ نبدأ أبوهيبه! أبوهيبه! لو فاكر نفسك حاجة تبكي تعبان طلعت ولا نزلت ملكش عازة يا جامد! هتشوف بكرا اللي ملوهش عازة دي مايعمل فيك إيه يا أبوهيبه? حسابك كبير جواكيب وأني هحسبك عليه كله على بعضيه صعب يا أبوهيب! صعب! أصلاً ما ليش ملكة يا أبوهيبه لا ليه عزوة خاف عليها ولا ليه أرض ولا ليه وطن لو فاكر اللي عزوة ملكة تبقى غلطان عزوة أبوهيبه؟ هيبه! هيبه! أبوهيبه ما عرفتش إن أخوت جاي للغاية عندي وعايز يشتغل معي يا أبوهيبه يا فرحيتك بعزوتك يا أبوهيبه أقول لك إيه؟ ما تسيب تجارة السلاح دي واشتغل في أي حاجة دانية اشتغل خطبة مثلاً اهاءاءاء أنا حوررك شغل الحريم اللي إنت منيهم فرق بيني وبينك إنك أعمى ما بتشوفش غير اللي معاه التمن لكن أنا عندي جانوني الشمال ما لوجش قانون يابوهيبه الشمال لو تساب هتولع 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 دا كل ما تولع ولا نشتغل أكتر يا أبوهيبة التجارة التجارة يا أبوهيبة والتجارة شطارة ما هي لو البلد تهمك كنت هتخاف عليها واطل الوهم اللي انت فيه ده يا أبوهيبة اللي يبيع ما يخافش قول ليه خط قول لك يا أبوهيبة أنا لو منك تروح تعمل جامعية خيرية كده بتحيل فيها مشاكل الصعب وأنا لو منيك أفتح سيرك والم فيه تعابين وناس نيس وأعمل بيهم نمرك لسه من خيرك فوق لسه فكر ان انتو ناس وإحنا ناس عرب وإحنا مناش جذور مش كل الجديم أسهر يا فالسو ومش كل الجذور ليها لسب أنا هجفل عليك وأمنعك تغرجنا بشرع مالك وأنا هفضل وراك يا بوهيبة لغاية لما حط في كل إيد سلاح اللي حتدي له سلاح حاخده مني وأضربك بيه بتحلم وعايز تنسى إنك تاجر سلاح زي زي أحلم أيوة لكن أنسى؟ لا اللي تجرب الموت ما ينساش التعبان اللي لدوا وأني ما بنساش يكين ما بنساش موسيقى 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 موسيقى